اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقلبا خاشعة ورسانا ذاكرة وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور ونسأرك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم رب جبريلا وميكايل وإسرافيل فاطر السماوات وأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم ثم أما بعد أشكر الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله على هذه الفرصة المباركة والاجتماع الميمون إن شاء الله ونحن في رحاب حرام الله في المسجد الحرام في بكة المكرمة في هذا اليوم الأربع الرابع من ربع الأول عام اثنين واربعين واربعمائة وألف وحيث اختار المنظمون الجزام والله خيرا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف مثلا في دارة الوعظ والرشاد والتدريس وشؤون التدريس اختاروا موضوعا جميلا ولطيفا ومهما ولسيما في أوساط طلبة العلم وأهل العلم وجعل عنوانا الموضوع سمات الفقيه والمتفقه في المسجد الحرام وهو موضوع نحسب أنه جميل وجدير بالعناية جدا لأن فيه تعصيلا وتقعيدا وبيانا حقيقة للصفات العالم وطالب العلم فلا شك أن المراذب الفقيه هو العالم والمتفقه هو طالب الفقه وهو طالب العلم وإن كان يطلق على الفقيه يطلق على الفقيه أنه متفقه ولكن حيث اجتمع فقيه ومتفقه فالغالبا المراذ بالفقيه هو العالم والمتفقه هو طالب العلم والذي ينشد الفقه وقد يكون من المناسب أن نتكلم أو أن نحصر موضوع في أمرين رئيسيين ويتفرع ويتفرع عنهما ما يتفرع الموضوع الأول موضوع الملكة الفقهية الملكة الفقهية لأنها هي المنطلق وبيان سماتها ثم الكلام على صفات الفقيه وعلاماته وهذا قد يأخذ جل الوقت أما وطبعا لا شك أنه حينما قالوا في المسجد الحرام لا شك أن المسجد الحرام له خصائصه فيما يتعلق بمن يفقه الله عز وجل سواء في أن يطلب العلم في رحاب المسجد أو أن يعلم ويدرس في رحاب المسجد لا شك أنه لابد أن يتحلى بالصفات التي التي يتصف بها كل العلماء وطلبة العلم ولكن لا شك أن للمسجد خصائصه واختصاصاته التي ينبغي أن يدركها طالب العلم لقداسة المكان ولي أيضا الرواد وطبيعة الذين ينشدون العلم في رحاب المسجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة فيما يتعلق بالملكة وهي حقيقة مهمة جدا تعصيل معناها والملكة من حيث نظروا اللغويين فيها والوصول التي ترجع إليها من أجل أن يحرف معناها معرفة كاملة أو تامة أو إحاطة تجعل من ينشد المعنى أن يدركه قالوا في حيث اللغة أن الملكة تحمل معنا القوة وتحمل معنا القدرة على احتواء الشيء وتحوي معنا الملكية كذلك أيضا وتحوي معنا التصرف في الأمر والنهي ف لهذا يعني مهم أن استحضار هذه المعاني والطالب يجعل أن يعرف معنا الملكة ففيها قوة وفيها قدرة قدرة على احتواء واستيعاب وفيها تصرف بالأمر والنهي ولهذا يعني هذه من حيث إنصح التعبير منطلقاتها اللغوية أما من حيث طبيعتها فالملكة هي صفة صفة راسخة في النفس فحينما نقول فلان عنده ملكة الحفظ أو عنده ملكة الاستنباط أو عنده ملكة الاستحضار أو عنده أي ملكة من الملكات فمعنى أن في داخله صفة راسخة يتبيز بها عن غيره إلا من يشاركه فيها ف ولهذا الجرجاني في تعريفاته قال إن الملكة يعني تحقيق هذه الصفة أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من أفعال لاحظوا التدرج الذي سوف يبسطه الجرجاني وهو التدرج مهم من حيث القبول النفس للأشياء أو انطباع الأشياء على النفس وفي داخل نفس الإنسان فالجرجاني يقول إن تحقيقه تحقيق معنا الملكة أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال ويقال لتلك الهيئة هذا التهيئة الذي يدخل في النفس أو تتهيئ له نفسه أو تستعد النفس في يعني في التفاعل معه يقول يقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية بمعنى تكيف نفسي للقبول ثم قال وهذه لم لم تبلغ أن تكون ملكة إنما قال تسمى حالة تسمى حالة لماذا؟ قال ما دام أنها سريعة الزوال فهي حالة فإذا تكررت ومارست هاء النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فحين يدين تصير ملكة فهذا في الهيئة أما الفعل يقول فيكون عادة مخلوق الفعل الذي يمارس الإنسان أول ما يبدأ يكون عرض الزوال لكن إذا استمر في ممارسة الفعل يتحول إلى عادة وإلى خلق فإذا الملكة داخلية وتهيئ داخلي والعادة والخلق هو انعكاس الانعكاس يعني أو يعني الفعل الذي يمارس الإنسان إذا كان يعني مستمرا عليه يكون له عادة ويكون له خلق وإذا هذا هو معنى الملكة من حيث لغة اللغة ومن حيث طبيعتها ومن حيث وجودها أو ترسخها في النفس البشرية أما في الاصطلاح الذي نحن فيه وهو الملكة الفقهية مثلا أو الملكة العلمية فقالوا إنها القدرة العلمية على دراسة النصوص الفقهية بيسر وسهولة وسوف يأتي معنا إن شاء الله بص لهذا المعنى سوف يأتي معنا بص له إن شاء الله بمعنى وهي بمعنى السمات السمات التي تكون للملكة الفقهية وهذا مهم جدا إذن الاصطلاح في الملكة أو الملكة الفقهية هي القدرة العلمية على دراسة النصوص الفقهية طبعا المقصود النصوص الشرعية حينما أقول فقهية نقصد النصوص التي تعلق سواء بالنص الشرعي آيات الأحكام أو كلام أهل العلم العلمي كلام العلمي كمثلا عبارات الفقهاء عبارات الأصوليين القواعد الفقهية الفروق الفقهية المقاصة الشرعية مقاص شريعة هذه كلها كما تعلمون هذه هي علوم الفقه أو العلوم التي تكون الفقه كما سوف نشير له بعد قليل فإذا الحينما يقول نصوص الفقهية المقصودة النس الشرعي من حيث الكتاب والسنة أو النصوص التي يتعامل معها طالب العلم في كلام الفقهة في متونهم أو في سروحهم أو في حواشهم أو كلام في قواعدهم ووصولهم وما تفرع عن ذلك من الفروق الفقهية والتخرج الفقهي ونحو ذلك إذن الاصطلاح هو القدر العلمي على دراسة هذا كله نصا وقاعدة وتفريعا إلى خيرهم بيسر وسهولة وهو اللي قاله بالفعل أو بالقوة القريبة بالفعل أو بالقوة القريبة إذن هذا فيما يتعلق ب التعريف الملكة الفقهية فيما يتعلق بخصائص الملكة الفقهية وهذا مهم جدا في يعني إدراك معنى الملكة أولا أنها صفة في النفس الملكة صفة داخلية وجميل جدا أن ندرك الفرق بين الملكة وبين العادة والعرف العادة والعرف شيء ظاهري شيء ظاهري أو العادة والخلق شيء ظاهري يمارسه من اتصر به والملكة لا شيء داخلي ينعكس على تأكسه ما تضاف إليه ملكة فقهية ملكة لغوية ملكة استنباطية ملكة إلى خيره إذن الملكة صفة في النفس وهي تعين الشخص على سرعة البديهة في فهم الموضوع وعيطة الحكم كذلك أيضا هي مكتسبة وموهوبة حقيقة وهذا مهم جدا مكتسبة بمعنى أنها قابل تطوير وقابل الزيادة وقابل النماء وإلا هي لا شك أن في أصلها هيئة وموهبة أو موهبة لكن إذا الإنسان ما تعاهدها فإنها تضعف وتختفي أو تضعف جدا لكن إذا تعاهدها فإنها يعني في أشياء تكون فيها اكتساب وتزيد بالعمل بالعلم وتزيد بالتدريب وتزيد بالمعالجة إذن هي صحيحة مكتسبة وموهوبة تتحقق للشخص بالاكتساب والموهبة اكتساب ويتحقق بممارسة العلوم طبعا نحن نتكلم عن الملكة العلمية الفقهية أما الملكة الأخرى ملكة اللغة وملكة التعبير هذه ممارسة ما يتعلق بها نحن الآن نتكلم عن الملكة الفقهية بمعنى الإحاظ بممادي العلم وقواعده ولهذا لعلكم تسمعون الآن لكلام في كلام جميل في كشف الظنون قال إن الحذاقة والتفنن في العلم والاستيلاء عليه بمعنى التمك منه وإدراكه على نحو الأمثل أو النحو الذي يتطلع إليه الطالب العلمي والفقه والمتفقه يقول إن الحذاقة والتفنن في العلم والاستيلاء عليه إنما هو بحصول الملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله قال وهذا جميل جدا ومهم وهذه الملكة غير الفهم والملكة غير الفهم الفهم فبمعنى أن الفهم الملكة هي كما قلنا صفة راسخة بقدرة التعامل مع الأشياء العلمية وأدوات التي تنتسب لهذه الملكة من فقه ومن غيره أما الفهم لا الفهم هو الاستئاب والقدرة فالفهم شيء غير الملكة والأيضا الملكة طبعا يكون فيها حفظ ويكون فيها فهم مستنباط كما سوف نرى إن شاء الله في تكوين الفقيه الفقيه يحتاج إلى حفظ المستيعاب ويحتاج إلى فهم مستنباط كما سوف نرى بعد أقل إن شاء الله ولهذا الإمام ماذا يقول رحمه الله يقول ليس الفقه بكثرة المساعل ولكن الفقه نور يهتيه الله من يشاء من خلقه ولهذا أيضا مما أثر وهو جميل جدا أن الإمام مالك رحمه الله قال الإمام الشافعي والشافعي كان من تلامري وكان غلاما ورأى في الطبع ورأى في النجاب ورأى في الذكاء ورأى في الشكال السعداد فقال يا الإمام الشافعي فقال يا غلام إن الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية فلا تطفئه بالمعصية هذا طبعا في جامع بيان العلم وفضله جامع بيان العلم وفضله بالعبل فإذن الملكة هيئة صفة نور إلى آخره أيضا من خصائص الملكة من خصائص الملكة أنها تعد كما ذكر العلماء أنها مرتبة متقدمة في مرتب في مرتب العلم لماذا؟ لأنكم لعلكم تستذكرون ما قاله الجرجاني الجرجاني قال أن الأمور تكون حالة أول ما ما يبدأ الطالب العلمي في الطالب العلمي يكون مبتدئ والعلوم عنده بداية وتزول بسرعة لكن وإذا استمر في الممارسة تكون عنده ملكة ولهذا قالوا الملكة مرحلة متقدمة في مرتب العلم ولماذا؟ لأن العلم كله كما تعلم مسائل وعصول تصورية وتصديقية وموضوعات إذن يعني حينما نقول علاءة يدرك النحو بمعنى أنا ما أدركه إلا بعد أن قضى سنين من عمره من أجل لذلك النحو بكل يعني مطلوباته سواء في تصوراته أو في مسائله وإلى آخره نأتي الآن إلى ما الذي يدل على أن الإنسان أصبح ذا ملكة أن الإنسان أو طالب علم أصبح ذا ملكة الذي يدل إذا كان يستطيع يرجع المسائل ونحن ننتقل مع الفق طبعاً والأحكام إذا كان يستطيع يستطيع إرجع مسائل الفق والأحكام والفروع إلى وصولها وإذا كان أيضاً يرد العناصر المتفرقة إلى قواعدها وطبيعتها وظائفها ليكون منها مثلاً قاعدة أو نظرية إلى آخره أو تصوراً شمولية أيضاً إذا كان التكوّن عنده ملكة النقد والتقويم ليتحقق له القدر على السبر وعلى الفحص وعلى الاختبار يعني يدرك ما كان مناسباً وما ليس بمناسب هذه إذا ظهرت في طالب العلمي إذن نقول أنه فعلاً ملكة بمعنى يكون عنده حسو التصور وعنده القدرة على التكييف وعنده استصحاب قوعد للسدلال وعنده المطابقة في التنزيل أحسب أن هذه مصطلحات مهمة جداً أن نستصحبها حينما نريد أن نمسك بزمام المقصود بالملكة حسن تصور القدرة على التكييف تكييف المسائل استصحاب قوعد للسدلال المطابقة في التنزيل نزيد الأمر إضاحاً حينما نتكلم عن سمات الملكة سمات الملكة من سماتها استيعاب المعاني الشرعية نحن نتكلم كما قلنا لكم أن العلم هنا نص شرعي كتاب سنة أو كلام أهل العلم في متونهم وشروحهم وحواشهم وفي تقعيدهم وتصيلهم بمعنى أن يعني من سمات الملكة أو سمات صاحب الملكة أن يكون عنده الاستيعاب للمعاني الشرعية لفظاً ودليلاً ومصدراً لفظاً اللي هو يحل للفاظ ويعرف المثل دليلاً لأننا نتكلم الأحكام فالأحكام لا بد فيها من الأذلة ومصدراً بمعنى يعرف أين يعني مرجح كذلك أيضاً من العلمات الملكة أو من السمات الملكة التمكن من البحث والقدرة على البحث وهذا مهم جداً وتتبع الجزيات ومصادرها ومعارضة المصادر والاستقراء وهذه كلها يعني لا 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 يحسنها إلا من كان هذا ملكة يتمكن من البحث وهو طبع ولهذا قلنا إنها أيضاً يحتاج فيها إلى الكسب الاكتساب وهذا لا يكون إلا بالاكتساب لكن استيعاب ما اكتسبه يرجع إلى الملكة استيعاب ما اكتسبه يرجع إلى الملكة أيضاً من المنسمات الملكة القدرة على المقارنة بين المسائل وبين الأدلة وبين الفروق وأيضاً والجمع المفترق وتفريق المجتمع والاستدلال والاستنباط والسبر والتقسيم وكما العلماء ويدراك المناسبات المناسبة العلمية كما في أدوات الاستنباط وكذلك أيضاً القدرة على ربط الدليل بالمدلول والحكم بالعلة والفرع بالأصل وضم الجزيات لبعضها وإلحاق النظري بنظيره طبعاً نقول هذا لأننا نتكلم عن إيش عند الملكة الفقهية هذا خاص تقريباً أو يكاد يكون خاصاً بالملكة الفقهية وأما الملكات الأخرى ملكة التعبير أو ملكة النظر وملكة البداع لهذه لها خصائصها وإن كان الفقه له إبداعه كما هو معلوم ولا يكون إبداعه في الفقه إلا بهذه الأدوات أدوات طبعاً الحكم والفرع والأصل والدليل والمدلول والمتق والمقيد إلى آخره مما بسطه أهل العلم في الفقه وفي أصول الفقه وفي القواعد الفقهية والفروق إلى آخره أيضاً من من السمات للملكة التمكن من النقد وضبط القواعد إذن هذه ولو أحب أن نضيلي أني سنتقل إلى الجزء الذي قد كما قلت الذي هو الأكبر وهو ما يتعلق بصفات الفقه إذن الفقه صناعة بل من أبدع الصناعة وكل صناعة لها مبادئها عسسها ولا تتحقق الملكة فيها إلا لما كان عنده رغبة مؤكدة وصادقة وعنده فطرة صافية وعنده قريحة مبلعة وهذه أيضاً هذه هذه هي الموهبة لكن الكساب قالوا إن أهمل هذا ضعفت رغبته ولم يعمل قريحته ولم يحافظ على صفاء فطرته إذا أهمل قالوا تبلدت بل تلاشت أما إذا استغلت بما يقويها وما ينميها قويت نأتي الآن إلى صفات الفقه وهذا هو كما يكاد يكون هو اللب الكلمة هذه التي يسر الله عز وجل ورغب الإخوة أن يكون الحديث عنها من أول طبعا سنتكلم عن الإخلاص سنتكلم عن الوراء إلى آخره لكن قضيتين أساسيتين في الفقه البحت في الإنصحة التعبير الفقه البحت قضية الاستظهار وقضية الفهم وهذا حقيقة يعني منطلق أساس وكبير جدا من أجل تحقيق أن يكون الإنسان فقيها وأيضا المتفقه لابد أن ينسك هذا المسك حتى يصل إلى أن يكون فقيها أول هو الاستظهار والمرأة الاستظهار سواء حفظ حفظ البحت وهذا يكون غالبا للقرآن الكريم ول جملة كبيرة من السنة صحيحة السنة وأيضا جملة من القواعد العصول لا بد من حفظ لا بد من حفظ ولهذا أن أوصي حقيقة طلبة العلم ولسيما الشباب والمهتدئون أوصيهم ثم أوصيهم بالحفظ وأن يحفظوا وبقدر ما يستطيعون يحفظون أكبر كمية ممكنة من الحفظ ولسيما نصوص الوحيين القرآن هذا مفروق منه إن شاء الله والسنة قد من استطيع إن كان الصحيحين فأنهم وأكرم وإن كان ستة فأنهم وأكرم أو ما يجبع الصحيحين بكتب جمعة الصحيحين هذا أيضا فلكن لا بد من حفظ ثم أيضا حفظ المتون متون كل علم سواء في وصول الحديث أو مصطلح الحديث أو في وصول الفقه أو في متون الفقه أحب نقول شي حينما يطلب من الطالب أن يحفظ متن فقهيا مثلا ليكون زاد المستقنع مثلا أو عمدة الفقه أو دليل الطالب أو مثل خليل أو القدوري أو الزبد أو المنهاج الشافعية أو غيرها حينما يطلب منه حفظه يأتي بعض الإخوة جزاهم الله خيرا وهم لا شك أن الظنوا بهم حسن نقول هذا فقه التقليدي أو هذا فقه المقلدة أو نحو ذلك أو أنما إنما المطلوب أن يأخذ من الكتاب والسنة يعني مؤكد لكن لا أظنه يستطيع إن لم يكون هذا من منطلقاته لا أظن أنه أساسي وضروري لكن مهم جدا لماذا لأنك لو رأى لو سبرت العلماء كل العلماء منذ الحمد لله حفظ الله على هذه الأمة دينها وعلمها من يكاد يكون من عدي التابعين إلى من بعدهم وهم لا يتميز العالم إلا بأن يصب أنه حافظ وأنه يحفظ حفظ حفظ المثل الفقهي قد يكون حفظ المصطلح يعني لا 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 أو حفظ أيضا مثل في النحو هذا مهم جدا أو حفظ المثل في أصول الفقه قد يكون هذا مقبول لا يكون محل مثار إنما المحل المثار هو المثل الفقهي هو مثل الفقه مهم وأهميته أن الطالب والمبتدئ وهو في سن الطلب في سن الثلاث عشر والرابعة عشر والخمسة إلى عشرين إلى ثلاثين بل حتى أقول إلى أربعين إذا حفظ المثل حفظ المسائل هو لا يحفظها وهذا وهذا الذي أريد أن أقوله هو لا يحفظ المثل الذي يفتي فيه وهو لا يقع حينما يسأل قال الحجاوي في الزاد ولا قال خليل في هذا وقال الثلاث لا هو يحفظ من أجل أن يضبط المسائل و مثلا إذا حفظت مثل زاد المستقنع و ثم درست على المشايخ ودرست فهمت في الدليل أن ما قاله الحجاوي مثلا في إحدى مسائله أنها مرجوحة إذا عرفت المرجوح عرفت الراجح مثلا حينما قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ هذا من عباراته ولا يطهر جلد ميتة بدباغ هو قال هذا ومعنو أن هذا مرجوح لك إذا حفظت هذه حفظت مقابلها فحفظ المتن هو من أجل تثبيت المسائل تثبيت المسألة وإذا ثبت ثبت نظيرها وليس المقصود أنك تحفظ المتن التي تفتي فيه أو تفتي منه وإن كان طبعا عبارات المتقدبين يعني لطيفة من باب الحظ الطالب أنا أذكر من العبارات التي يتداولها الحنابلة وخاص حنابلة نجد يقولون من حفظ الزاد حكم بعض العباد وهي العباد لطيفة طبعا والمقصود بها حث الطالب على أنه فعلا إذا استوعب المتن فإنه أصبحت عنده ملكة ولا معنى حكم بين العباد من الزاد وإنما أصبح ذا ملكة يستطيع أن يحكم بين العباد لأنه أصبح يستطيع أن ينظر في المطولات ويظهر في الحواشي وينظهر في النص الشرعي ويظهر في كل العلماء وفي شروح الحديث وفي تفسير القرآن بحيث أنه أصبحت عنده ملكة المقصود الاستظهار فالاستظهار إما أن يكون حفظ متين أو استظهار بمعنى يسترجع يستطيع أن يعني يستحضر النص الذي يحتاجه حينما يريد أن يتكلم أو يريد أن يفتئ أو يريد أن يلتمس الحكم الشرعي إذن الأولى من السبات الفقهية الاستظهار الثاني الفهم وهذا هو لا شك أنه ألا الأصل وعليه المدار أنه لا يعني وبهذا يتفاوت العلماء ويتفاوت طلبة العلم وحتى يتفاوت طلاب طالب تدجه يظهر نبوه من سنتين ويظهر تماما ويظهر فعل الاستوعب واستظهر واستمر بحيث أنه يسير إليه مشايخه بقدرته ويبدأ بالفعل يعني الملكة فيه ظاهرة وبعضهم أربع سنوات وبعضهم ست وبعضهم عشر سنوات وهو قدثن ركبته بين المشايخ حتى أبو سنتين أيضا تجده لا يزال مع المشايخ لكن تظهر عليه إذن 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 الكلام هنا عن الفهم والاستدلال بمعنى أن تكون أن تكون آلة العقل عند الفقيه سليمة متميزة تجعله يدرك طرق الاستدلال ويكون متمرسا على الفهم الصحيح والقياس الصحيح يفهم نصوص القرآن والسنة على الوجه المراد شرعا ويتدرب على طرق الاجتهاد والاستنباط وفهم النصوص ودلالات النصوص والاستحسان والاستصلاح الاستصحاب إلى آخره يستطيع تقدير المصالح والترجيح بين المصالح المتعارضة والمفاسد المتعارضة إلى آخره فطبعا هذا هو الاستدلال وهذا يكاد يكون هو لب الفقه بعد الحفظ لب الفقه بعد الحفظ هو الملكة الاستباطية وهذه طبعا تكون بأساسها الحفظ أساسها الحفظ ثم ما لدى العقل ما أعطاه الله العبد من العقل الذي يعني الذي به تميز وبه القدرة على الربط والقدرة على الفك والتفكيك والجمع والتفكيك والتفريق والاستنباط إلى آخره فهي هاتاني السمتان الأساسية التي هي الحفظ والاستدهار نأتي بعدها إلى سمات الفقه وهي لا يكون بها حقيقة لا يكون بها التحصيل الحقيقي في الحفظ وفي الاستنباط والاستدلال إلا حينما يتصب بالصفات التي سوف أذكرها أولها الورع الورع وهو أن يبتعد عما حرم الله فإذا كانها مطوبة من المسلم من كل المسلمين فما بالك بمن الذي يريد أن يخلص لله فعلا ملكته وتكون صافية لا يمكن تكون مع المعاصي ولهذا الشعبي وهو من التابعين وحسب به من إمام وفقه اسمع ماذا يقول يقول لسنا بعلماء ولا فقهاء ولكننا قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بما سمعنا بما سمعنا إنما وهذا هو المقصود وإنما الفقيه من ورعى عن محارم الله والعالم من خاف الله هذا يا أخواني يعني منطلق يعني أساس لمن يعني دخل في هذا الباب ولا شك طبعا ونوصي بالدخول في هذا الباب لكن عليه أن يستصحب هذه السمة الورع وهذه أحسب أنها معروفة لدى أوساط طلبة العلم لكن المهم هو فحص النفس واختبارها في مدى يعني حفظ 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 الإنسان نفسه عن محارم الله عز وجل والإمام محمد رحمه الله يقول في في كتاب زهد عن مجاهد رحمه الله الفقيه من يخاف الله و ابن الجوز يقول الفقيه الصادق هو أخشى الناس لله وأشدهم التزام بأوامره هذا معيار و حسبك نفسك و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرحم ضعفنا ولهذا جاء في عن يعني عن بعلقبه الليثي قال كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى بموسى الأشعري رحمه الله إن الفقه ليس بكثرة الشرد وسعة الهدر وكثرة الرواية وإنما وإنما ألفقه وإنما ألفقه خشية الله عز وجل الشعبي مرة أخرى يقول يا معسر العلماء يا معسر الفقهاء لسنا يبيع علماء النفس الكلمة يقول لها قبل قليل وعلى كل حال لعلي أختم هذه السمة وإن كان سمات كثيرة بس الوقت عندي يبدو أنه يعني قد لكن مهما كان كله كلام يعني يدل بعضه على بعض ويشير بعضه إلى بعض وهو المقصود الأعظم من هذا اللقاء يقول علي رضي الله عنه ألا أنبيكم كما يقول الأجري في أخلاق العلماء ألا أنبيكم بالفقه حق حق الفقه أو حق الفقه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصر الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في تفقه ليس في تفهم ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر أحسب أن هذه كلمات أن هذه كلمات جوامع حقيقة جوامع تبين أو ترسم أو تعطي الوسم ل الفقه الحق لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصر الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في تفقه ليس في تفاهم ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر أيضا من سمات الفقه عندي كثير لكن لأنني أتجاوز بعضها الحقيقة أو أسرد بعضها سردا ولا أقف عنده كثيرا ولا أقف عنده بعضها لأنه مهم أن يدرك الموازنة بين شر الشرين وهذا قد يكون جيد وظاهر ولا أقف عنده كثيرا فالفقه الحق هو ليس من يقف عند نص مجتزأ أو فهم سقيه من جزيات الدين وكلياته بل يوازن بين شر الشرين وخير الخير إلى خيره كما هو نص كلام شيخ السلام التيمير رحمه الله في الفتاوى الجزء الثلاثين يقول ليس الفقه من عمد إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لفساد يحصل لهم فعادل عنه إلى فساد أشد منه فإن هذا المنزل المستجير من الرضايب النار المعين أخير من سماته وهذه قضية كبيرة جدا 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 أن يكون صاحب أخلاق أن يكون صاحب أخلاق بمعنى الملكة الفقهية أو الصنعة الفقهية التي تجعل هم الفقه استخراج الحكم الشرعي ومعرفة الحدود الفاصلة في أحكام حوال الناس من الوجوب والسباب إلى خيره ويكون معها جافا في أخلاقه وسلوكه هذا ليس فقيها لأن الفقه العمل وأنني سيأتي كلام أعظون على العمل لكن مهما كان يبقى الأخلاق وأحسب أن هذا جانب يجب أن يركز عليه طلبة العلم وأن لا أقول أن يركز عليه في الحديث عنه أن يركز في تفقد أنفسهم فيه لأن الحديث عنه سهل والحديث عنه جميل والحديث عنه أيضا تطرب له النفوس لكن الكلام عن التطبيق بمعنى أنك يا طالب العلم ويا ناشد الفقه حينما تسمع الحديث عن الأخلاق وعن جمالها وأيضا تطرب لها صحة تعبير افحص نفسك فيها وهذا هو بيت القصيد أي خلق حسن يعجبك أو يذكر عن فلان وأنه تصف به سواء من المتقدمين أو من المعاصرين من الديانة والفقه ومن نعمة الله حجل عليك أن تبادر إلى فحص نفسك هل هذا الخلق الحسن أنت متصف به وهذا يعني من يعني أسهل الطرق ويسريها للمعرفة لا أقول أسهلها في التطبيق لا أسهلها في الفحص مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن تحب على أخيك ما تحب نفسك هذا 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 ميزان لكن ما مدى تطبيقك تطبيقك له أو تحب أن تأتي أن تأتي الناس بما تحب أن يتو إليك أو يتو به إليك هذا معيار فحينما يتكرم الأخلاق وأن الفقه ينبغي لدى خلق هذا معروف الأخلاق وأنواعها وصف أعدادها لكن الكلام عن اتصافك بها ومنها التواضع ومنها البعد عن الحسد وهذا يعني يكفي 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 أن تتفقد نفسك في التواضع وفي الحسد لأن أكثر فعلا أكثر يعني يوقع العالم وطالب العلمي والفقه والفقه هو هاتين الخاصلتان التواضع يقابلها لا يمكن أن نحكم على أحد بالنفاق أو أن تقول أن عمله هذا رياء وأن فلان ما جاء للحرام لا مرائي أو ما جاء يحمل هذه الكتب الكثيرة ويدور بها في الحلقات لا مرائيا هذا 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 لا لسه إليك اشتغالك بهذا سبت عليك اشتغالك بنقد الناس هذا النوع من النقد المذموم هذا وباله عليك فإذا يعني من أعظم يعني الموازين هو أن تشتغل بعيبك عن عيوب الناس أن يشغلك عيبك عن عيوب الناس يشغلك عيبك ما معنى يشغلك بمعنى أن تتفقد نفسك في عيوبك حتى تجتنب الشائن والمرشين ولا تشتغل بفحص الناس وتوزيع الألقاب على الناس وتقول هذا فيه وهذا فيه إذن من أهم سمات الفقيه أن يكون صاحب أخلاع جانب آخر وهذا يعني عظيم عظيم جدا وهو أن يكون له حظ من العبادة الله أكبر وغالبا حينما نقول حظ من العبادة الغالب أنه يكون سري وإن كان هناك عبادات علنية وينبغي أن تأثر على طالب العلم سواء الله يكتبوا الشهود الجماعة والسنن في المساجد التي تؤدى في المسجد الأذكار المعلنة يتصفيها العالم ويجب أول ما يتصفيها المطلوبات الشرعية مع حج وعمر وطواف ما يقول أن الله أعطوه أخشى الرياء لكن غالبا حينما نقول يكون لو حظ من العبادة غالبا تكون حظ بينه وبين ربه من صلاة الليل من ذكر الخاصة وقد يكون عبادات أيضا صدقات يعني واحد أيضا لأن العبادات أنواع الناس لا تفهم من عبادة إلا الصلاة وصدق لا صلة الرحم بر الوالدين إحسان الجيران المساكين التفقد الأرامل لا تنتهي لكن إذا كان له حظ من العبادة فهذا من أعظم صفات أو سمات الفقه كذلك أيضا من سمات طالب العلم طبعا أنا وكد أخواني على هاتين خصلتين أنصى أن يكون صاحب أخلاق وكون صاحب عبادة وكد عليها جدا 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 وأرجو أن كل طالب علم أن يفحص نفسه وأن لا يشتغل بتصنيف الناس لا يشتغل بتصنيف الناس هل كانوا أهلا عبادة أو كان له عبادة أو كانه يصلي ولا ما يصلي ولا ما يصدق أو أن لا تشتغل أو أنه متكبر أو متواضع أو أنه عنده حسد أو أنه لا يحب طلبة العلم أو إلى خيره لا تشتغل به لا تشتغل أبدا فمن أعظم يعني التي أخشى أن تقود إلى الإحباط والحبوط الاشتغال بتصنيف الناس أيضا من الصفات وهذه لا شك طبعا هي يعني قرينة الصفات السمتين السابقتين الأخلاق والعبادة وهي أن يعلم أن يعمل بما يعلم وهذا يعني أحسب أنها يعني ظاهرة لدى العلماء لكن التطبيق هو الذي ينبغي للعالم والفقه أن يحص نفسه ولهذا سئل عبد الله المبارك هل للعلماء علامة يعرفون بها قال علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العلم والعمل من نفسه ورغب في علم غيره وقبل الحق الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقبل الحق من كل من أتاه به وأخذ العلم حيث وجده والله إخواني كلها صفات عجيبة 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 أنا ينبغي أن يحفظها طريب علم يحفظ حفظ لاحظوا أن يعمل بعلمه ويستقل بمعنى يره قليلا كثير العلم والعمل من نفسه يعني مهما بلغ علما ومهما بلغ عملا فلينظر على أنه قليل وراغب في علم غيره الله أكبر الله أكبر بمعنى أن لا يستقل علم غيره مهما كان صغيرا وهذه والله أظن أظنها من أدق الموازين من أدق الموازين لمن يريد أن يفحص نفسه وفعلا أن يخلص لنفسه لا تستقل علم غيرك استقل من نفسك أظن هذه دقيقة العجيبة من هذا مبارك رحمه الله قال وقبل الحق من كل من أتاه وأيضا هذه وهذه يعني أكاد أكاد أقول من يطيقها من يطيقها مشكلة يعني يعني قضية يعني موازين التعصب هي هذه إذا أردت لا أقول أن تفحص الناس في التعصب لا افحص نفسك في التعصب لا تشتغل بالناس حينما قلت عصب أرجوك أيها المستمع الكريم أيها المشاهدة الكريم كل ما تسمعه لا تحاول أن تنزله على الآخرين أبدا لا تشتغل بهذا أنزله على نفسك هل تقبل الحق ممن جاء به هذا من أعظم من الدق الموازين على هل أنت متعصب غير متعصب يقول ورغب في علم غيره وقبض الحق من كل من أته وأخذ العلم حيث وجده يا سلام أطلب علم من كل أحد لا تقول هذا فلا هذا فأبدا فهذا هذا الإمام في المتابعين فهذه يقول فهذه علامة العالم وصفته وعن الزهري نتكلم طبعا عن أن أن يكون العالم عاملا بعلمه الزهري يقول لا تثق للناس بعمل عامل لا يعلم ولا ترضى لهم بعلم عالم لا يعمل أيضا هذه قاعدة قاعدة جميلة وقاعدة عجيبة لا تثق للناس بعلم عامل لا يعلم ولا ترضى لهم بعلم عالم لا يعمل يعني طال لا شك عامل من غير علم هذا ضلال وعالمين لا يعمل أيضا هذا يكد يكون من الموضوع عليهم ظلون الموضوع عليهم هؤلاء وعن إبراهيم ابن جنيد قال عتب بعض العقلاء على تركه المجالس وقيد له ما بالك لا تكتب الحديث فقال قد سمعت حديثيني فأنا محاسب نفسي بهما فإذا أنا عملت فإذا أنا علمت فإذا فإذا أنا علمت عملت أو كما قال وأيضا إمام أحمد أجمل في صفات الفقه قال لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه يعني الفتوى حتى يكون فيه خمس خصال خمس خصال أما أولها فأن يكون له نية الله أكبر فإنه إن لم تكن له فيه نية يعني نية صالحة وصادقة وديانة لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور أيضا هذا ميزان بل هذا إذا رأيت المقبولين ومن لهم يعني حظ فعلم أن لهم أمورا سرا بينهم وبين ربهم ولهم نية وأما الخصة الثانية يقول إمام أحمد فيكون له خلق ووقار وسكينة الله أكبر الكلام يطول وأما الثالثة فيكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفة بمعنى متمكن قوي هنا بمعنى متمكن لا يرضى لا يفهمه أو لا يستوعبه أو لذكه وأما الرابع فالكفاية يعني الكفاءة وإلا قال مضغه الناس يعني صار مضغة في أفواحهم وأما الخامسة فما عرفة الناس بمعنى أعراف الناس وعاداتهم أو يعرفهم بحيث أنه يعني لا يغتر بأحيانا إما للمدح أو أيضاً لا يحبط اليأس أو يعرفهم من حيث إذا استفتوه يعرف يعني حاجاتهم أيضاً من صفات أو سمات الفقيه وهذه أيضاً لها علاقة بما سوق لكنها جميلة تخصيصها بالذكر جميل جداً وهو أن يكون وجلاً أن لا يتقبل علمه الله أكبر وهذه أيضاً يا أخواني الوجه القلبي الوجه القلبي يعني هو في داخل في داخل من شدة ديانته ومن صلاح نيته ومن يعني يعني قربه من ربه فعلاً يكون وجل وجل أن لا يتقبل علمه فمن علامات الفقر أن لا يعود نفسه عالماً بل يخشى أن لا يتقبل الله منه ولهذا في كلام فضل بن عياض رحمه الله وكلام شديد حقيقة شديد شديد يقول إننا نتكلم بكلام أحسب أن الملائكة تستحسنه ولعلها تلعن عليه هذا كله قد مراده أن الإنسان يخشى ويخاف ويجتهد في علمه يخشى على نيته يخشى على الرياء يخشى على الكبر يخشى على الاستطالة يحشى يخشى أن يكون غليط على طالب غليط على زميل ترى هذه قضايا مؤثرة جداً وقد تحبط لأنها قلبية حينما تشعر بالاستعلاء على غيرك سواء كان طالباً أو كان فقيراً أو كان زميلاً أو أيضاً كان شيخاً أحياناً نبعه طلاب حقيقة والكلام لسه على العالم فقط على الطالب ويظهر يا أخواني يظهر يظهر توفيق الله للطالب حينما يكون بين يدي العالم وتكون الأسئلة إذا سأل وهو يريد العلم فهذا خير كثير أما إذا سأل يريد أن يستخبر الشيخ أو يريد أن يظهر علمه أو يريد أن يظهر فوزع على أقرانه هذا خطير خطير جداً ومن هنا الخصر هذه أن يكون وجلاً أن يكون وجلاً أن لا يتقبل علمه أيضاً من الصفات ذكرها العلماء وهي أيضاً مهمة جداً ولطيفة وجيدة يعني هيئة وفيها أيضاً لا تتعارض مع الوراء لا تتعارض مع الوراء ما قلناه وهو أن يوقف علمه ونفسه لأمته بمعنى أن يبذل علمه وأن ما ما دام عند الله منحه ما منحه وأنعم عليه عليه أن يبذل نفسه لأمته و يخدمهم سواء في الفتاوى سواء في التوجيه في النصح وفي الإرشاد ودور العالم كبير جداً في النصح والإرشاد ولمعروف أنه يعني منكر و يعني يمكن نسميها في في لغة المعاصرة الوظيفة الوظيفة الاجتماعية للعالم الوظيفة فعلاً العالم عالم أمة عالم مجتمع بحيث أنه يعني يدرك أن الله حزم سائله عن علمه وسائله عن الأمة ماذا عمل وماذا قدم لأنه وصلى الله على محمد وعلي وصحابه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر